فقط وحديث هالفترة اللي جاية الاهل في تونس الاهل في تونس الاهل يسافر النهاردة الصبح ينفع عنها لكلمك ولا انتشوف لنا حد من هناك اتفرض المفروض انت كنت مع الفريل لغاية اللحظات الاخير اخبار واتصلت بكابتن سيد النار وكان حتى بيقول لي هم دلوقتي يصم مطار وانا مستني بس يخرجوا كان بيننا حوارات طبعا في شغلنا وكابتن حسن طبعا معاه هناك حرص كابتن حسن حمده على انه يرأس البيعسة بنفسه هو طبعا فيه محطات البطولات محطات هو كابتن حسن في المحطات المهمة بيحب يكون موجود بنفسه لانها طبعا محطات بتستدعي احيانا قرارات سيادية او سياسية او في توقيت بدلا من يبقى رئيس البيعسة يتصل بالقاهرة ويشوف رئيس النادي ونائب رئيس النادي يبقى وجود كابتن حسن او كابتن خطيب تحديدا الاثنين وهم في لجنة الكورة والمسؤول الاول والثاني عن النادي الاهلي بتبقى الامور اكثر مرونة وقدرة على اتخاذ القرار من ناحية السياسية والادارية ايضا بتخلي المضيف شايف رئيس النادي يبقى الاهتمام وفيه لغة وقار بتبقى في الامور امور كثيرة الحقيقة بتفيد جدا زائد اللعيبة طبعا بشوف رئيس النادي ويعكس اهتمام موجود فسطيهم هظلوا ده بيكون حاجة كويسة وانا اعتقد بعد نتيجة مباراة الوداد في الجولة الاولى بقت المباراة في الجولة التانية مهمة مهمة جدا للطرفين لأنه كمان التراجي حققت عادل احنا كننا ما ابتدناش بالظبط احنا كننا ما ابتدناش ده مش المجموعة ده البطولة كلها كل مباراة المجموعة تانت عادل اه فهاجة ده ده يدول ايه برضو عشان الناس ما تزعلش قوي طبعا زائدت على النتيجة لأنه كانت الحقيقة المباراة كانت جيدة من جانب الاهلي كان فيه سيطرة كان فيه تقدم للنادي الاهلي وانما نرجع نقول ما كان لناش توفيق شوية في هذه المباراة يخش فيك تلات اجوة في مصر ده كتير ومنهم يقولين يعني بنيران صديقة ده التوفيق يعني عدم توفيق نادر ما يعدس لكن ما نبكيش على اللبن المسكوب نعتبر ان احنا بنبتدي ماتش التراجي وظروف التراجي مع الماتش الصابق هنا هنا من غير جمهور الاهلي كان نتيجة عقوبة اعتقد التراجي مش عارف ده اخبار بؤكدها لا لا قد تكون مباراة بدون جمهور ايضا ياريت ما مرتبتش عندنا توفيق نحاول نجريها مع البعثة في تولس لكن اقامة المباراة بدون جمهور حتى الان ده قرار امني في تولس واضح انه بقى في صعوبات شديدة جدا في مسألة ايا كانت بقى علينا قال انه عاول يا سيد ابراهيم ان لو في اخر وقت سمح ابو جمهور قد تكون مناورة نقولك بدون جمهور بدون جمهور في اخر دقيقة تقصد لقى جمهور ما للدنيا ويعملك نوع لا احنا 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 ما نحطش في دماغنا ان الجمهور هو حيكون العامل اللي يا يحبطنا يا يسعدنا اللي حيحبطنا ويسعدنا هو اداءنا فمأسيبك من الجمهور بقى دلوقتي ومش عايزين نعتبره لا عامل اضافة او يعني السلب في موضوع فني يعني ابو تريكا سافر مع البياسة وفي حالة معنوية جيدة الكلام الكتير اللي تال في الفترة يا خير عن انتحاد جد ده سبت انه مجرد كلام شفهي وانتهى مع ده كلام شفوي لكن تشوف بقى الناس اللي بتتلقفه وتتعامل معه ازاي وده اللي انا تحيرني انتو بتتعاملوا كده ليه مع الاهل ليه يعني كيف يتم النفخ في الرماض حتى يتحول الى النار يعني يعني ابو تريكا وإحباط وجسيه وبيجهز ومش عارف زعلان يا اخواننا جاه عرض طبيعي جدا ان تتعامل معانك تستطلع رأي جميع الناس منهم ابو تريكا الاجنة الكورة والمدير الفني وابو تريكا يزقيلة لا يقولك الله هو انت هتعمل ليه في النجوم بتحرمهم ليه من اخر فرصة ليهم ولا قلت لهم انت عايز تخلص منهم ولا ايه جوحة جوحة نفس المشكلة نفس القصة يعني التعامل مع المواقف بطريقة جوحة الحقيقة كفاية كفاية عايزة والله حضاك انه مسؤولين الناد التونسي كانوا لسه فيه اتصالات مستمرة مع الامن لكن رياض بن نور مدير الكرة في التراجي حسب تصرحاته المواقع الالكترونية كتير قال انه لم يسفر كل الاجتماعات عن شيء والمباراة بدون جمهور انا مش اعايز انتظر شيء اشتري هذا الكلام ومش عايز اصدق هذا الكلام مش عايز اتعامل معاه اكننا بنطرقب يطرق جمهور وتأخ لا ده بجمهور وحنعمل ايه بقى لا مش عايزين كده قال مباراة بجمهور ولو قيمت بجمهور قد يكون جمهور ده فعلينا احنا وعب على فريقه مين قال انه لانه الفريتين كمان بفرق جماهيرية اعتدت اللعب يعني وبعدين هو الجمهور الصاخط ده الصاخب الذي قد يرتكب منه الاخطاء الضغط على فريقه ما ممكن يفيدني ضغط على فريقه كل شيء فيه السلب والاجاب ازا تستفيد منه ازا لعبت مع جمهور ازا تستفيد منه تعارف في الجودو في الجودو يبقى واحد ضخم جدا وقوي والتاني اضعف بيستخدم قوة المنافس لصالحه هو يعني الطيقل والكتلة يحولها الى حاجة ضد انه يروح متشأل بي ولا نطره في الهوى يستخدم ده اللي عايز اقوله ازاي تستخدم ما يعتقده المنافس قوة ضده بس عشان كده عايز اقول للجمهور قائمة الاهل اللي فيها عشرين لعب اللي سافر بها تونس واللي وصلت بحمد الله الى العاصمة التونسية بتضم في حراس المرمى احمد عدل عب منع مشيريف اكرامي ومحمودة بالسعود